الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تناقش في دورتها الثانية والأربعين مشروع رأي المجلس حول مراجعة الإطار القانوني لنظام المعاشات المدنية المجلس يتوخى من خلال مشروع رأيه حول نظام التقاعد جمع الآراء المختلفة حول الموضوع واعتماد رأي متوازن بهذا الشأن أولا جمع الآراء وللتواصل إلى رأي متوازن مبنية على معطيات ميدانية التي من شأنها أن تحافظ على المكاسب ولكن في نفس الوقت كذلك أن تقوم بأخذ بالاعتبار استعجالية الإصلاح الذي أصبح ضرورة مرحة اليوم مشروع الرأي الذي يرتقب أن يصدق عليه في هذه الدورة يراهن من خلاله المجلس ملامسة مختلف جوانب هذا الموضوع نعطيه واحد القيمة المضافة التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المتعددة والأبعاد المجتمعية ليست فقط الاجتماعية بالفعل كان هناك بعد اجتماعي ولكن كان بعد اقتصادي وكان بعد تماسك الاجتماعي ككل الذي يخصنا أخذ بعين الاعتبار وكانت الحكومة قد أحالت في إطار خطة عملها لإصلاح نظام التقاعد مشروع قانون أعدته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويتضمن رفع سن التقاعد إلى 62 سنة وتمديده تدريجيا بمعدل ستة أشهر كل سنة ابتداء من سنة 16.2000 في أفق رفعه إلى 65 سنة سنة 21.2000